كسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعارفين ضياء يشع بنور الهدى لزين العبادة والعابدين علي الإمام الورى سيدين به يعرف الزهد في الزاهدين علي الإمام الورى سيدين به يعرف الزهد في الزاهدين فألبس وجه الصلاح الحلا لتغدو به حلية الصالحين كسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعارفين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وحلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين هذه فقرة أخرى من دعاء الإمام السجاد صلوات الله وسلامه عليه في مكارم الأخلاق حلية الصالحين الصالحون بما يتحلو الصالحون ما الذي يعتبرونه حلية وزينة لهم بس إن شاء الله في المستقبل في حديث آخر أذكر الفرق بين الحلية والزينة اللي الإمام السجاد صلوات الله عليه في فقرتين في جملتين في إحداهما ذكر حلية وفي الأخرى ذكر زينة حلني بحلية الصالحين وألبسني زينة المتقين ليشمو العكس حلني بزينة الصالحين وألبسني حلية المتقين وليش كلاهما مو حلية وأو كلاهما مو زينة هذا إن شاء الله في بحث قادم بعد مناسبة عشراء إن شاء الله إذا وفقت أذكر هذا الفرق بعض الناس يعتبر المال حلية له مليونار ولكن الصالحون لا يعتبرون المال حلية يستفيدون من المال أما كوسيلة مو كحلية بعض الناس يعتبر المقام الكرسي المنصي حلية أما الصالحون ربما يعملون من أجل تحصيل المقام أو الكرسي أما للاستفادة من ذلك كوسيلة مو كحلية يعني إذا لم يكن له مقام وبعد ما صار له مقام ما يفرق الصالحين هالشكل حلية الصالحين شنو ما الذي يتحلى به الصالحون ويعتبرونه حلية الإمام عليه الصلاة والسلام في مقام العصمة يسأل من الله هكذا قلت في مقام العصمة قلت لا يسبق إلى بعض الأذهان البسيطة أن مقام العصمة متحلي بكل حلية للصالحين لا أيضا هناك في مقام العصمة إمكان الترفع أكثر العبادة التوجه الدائم منهم إلى الله سبحانه وتعالى هذا يخليهم يترفعون مقام الرفعة أن الله ممسدود حتى للمعصوم عليه الصلاة والسلام نحن بنسبة والمعصوم في مقام العصمة أيضا بنسبة مقام العصمة نحن في مقام عدم العصمة غير المعصوم في مقام عدم العصمة الذي هو هذا بحث آخر في محله إلهي حلني يعني اجعلني أتحلى بحلية الصالح وإنك لعلى خلق عظيم هذا حلية الصالح وأن ليس للإنسان إلا ما ما سعى سعي الإنسان هذا حلية مو سعي واحد آخر واحد ثاني ينسبه إلى نفسه تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علو يعني ما يدور علو مو إرادة علو جنابك من تحضر مجلس الحسين عليه صلى الله عليه صلى الله عليه يقين بأنه يقدم لك استكان شاي أما هل تريد الشاي من دخول مجلس الحسين عليه السلام العلم بشيء غير إرادة شيء نعم ممكن فالطفل من يروح إلى مجلس إذا قل له هنا ينطم استكان شاي لأجل الشاي يروح هذا يريد الشاي وحلني بحلية الصالحين حلية الصالحين فد مقام واسع جدا ودرجات كثيرة جدا بعضها فوق بعض وبعضها أكبر من بعض ومهما جهد الإنسان واجتهد وصمم وثابر من أجل تحصيل حلية الصالحين بعد أكو مجال بعد أكو مجال بعد أكو مجال هذا الشيء مع عمر كل إنسان لا ينتهي مهما أوتي من إخلاص مهما أوتي من تقوى مهما أوتي من عمل صالح مع ذلك مجال أكو لأن في كل يوم وفي كل وقت وفي كل مكان وفي كل شروط الإنسان يواجه معارضات ففي كل حال وفي كل لحظة بحاجة إلى أن يوفقه الله بحاجة إلى أن يسأل من الله ويلح في السؤال على الله سبحانه وتعالى وفي الأحاديث وفي قبل الأحاديث في القرآن الكريم يتضرع إلى الله في أن لا يتراجع ولا يقف في حد من سوى يومه إذا شخص ارتقى في مراقل صالحين وفي درجات من حلية الصالحين كان قد ارتقى وبقي أفرض في الدرجة الألف لازم يصعد للألف للألف والواحد ومنها إلى الألف والثانية ومنها إلى الألف والثالث إذا وصل إلى ألف درجة من درجات حلية الصالحين وتوقف من سوى يومه فهو مغبوم هل يوم الإضافي من عمره خسران ما حصش ألف درجة موجودة هذه الألف درجة أمسهم كانت اليوم شنو حصد حلية الصالحين مجموعة الفضائل مجموعة المكارب النفسية والجسدية الدنيوية والأخروية العائلية والاجتماعية الاقتصادية والسياسية كلها كلها ونحن على أعتاب شهر الإمام الحسين صلوات الله وسلامه عليه خير مثال الأئمة الأطهار عليه الصلاة والسلام ومنهم الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام الإنسان يتعلم من الحسين عليه السلام بعد أيام يدخل شهر محرم هذا شهر الحسين عليه الصلاة والسلام أنتم الخطباء العلماء تقرؤون على الناس سيرة الحسين وتاريخ الحسين ونحن وأمثالنا نستمع نحاول ما نقول أو نسمع أو نستمع بالأحراب نحاول نتعلم هذه كلها حلية الصالحة مكوحلية الصالحين خارج عن دائرة المعصومين عليه الصلاة والسلام بالنسبة لخصوصا لإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أنا أذكر كلمتين وأنتم رحم لله فرسان هذا الميدان ميدان تاريخ الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام أذكر كلمتين كلمة عن مقام الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام وكلمة عما ينبغي لنا تجاه الحسين عليه الصلاة والسلام أما مقام الحسين أكيد أكيد بكل تأكيد موسوعة ضخمة دون بيان مقام الحسين عليه الصلاة والسلام موسوعة ضخمة ولكن الإنسان قد يقف على ساحل البحر وما البحر تجاه الحسين عليه الصلاة والسلام لا يقاس بمقام الحسين لا بحر لا أرض لا سماء أما الإنسان فرد محدود البدن محدود الصلاحيات محدود القابليات يقف على ساحل البحر بحر يعلم الله ما يحمل من مليارات 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 الأطنان من الماء فيغرف غرفة من البحر خلي إيده بالماء ويضم أصابعه ويحمل بكفه مقدار قليل من الماء يقول هذا الماء من البحر هذا صحيح ولكن مو هذا بحر مقام الحسين إذا أي شخص خصوصا شخص عاجز مثلي عاجز في الكلمات عاجز في المعلومات يريد أن يذكر مقام الحسين من باب أنه غرف من البحر من هلبة أنتوا لاحظوا في رواياتنا وفي روايات أهل البيت عليه الصلاة والسلام أكو قصة معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى عرج بنبيه إلى السماء وفي القرآن الكريم لخص ذلك لقد رأى من آيات ربه الكبرى يعني يعني رسول الله صلى الله عليه وآله لما أرج به إلى السماء أشرف الأولين والآخرين الله سبحانه وتعالى له آيات كثيرة كثيرة ورسول الله ورسول الله مطلع قبل أن يخلق الله الخلق وقد خلق نور رسول الله وقد خلق نور المعصومين عليه الصلاة والسلام رسول الله من ذاك اليوم يعرف الكثير من آيات الله لكن هذه الآية الكريمة في القرآن عن المعراج يقول لقد رأى لام وقسم وقد التحقيق رأى النبي شاف ليلة المعراج من للتبعير من آيات ربه آيات ربه جمع مضاف يفيد العم من تبعيض يعني بعض آيات ربه رسول الله صلى الله عليه وعلي ليلة المعراج رأى بعض آيات ربه وراه القرآن الكريم يفسر من هذا البعض شنو كان كله كبريات الآيات من آيات ربه الكبرى رسول الله رسول الله يدري بآيات الله ولكن ليلة المعراج كبريات الآيات كل آيات الله كبريات بس بس بالنسبة كبريات يعني في آيات ربه دققوا القرآن جدا دقيق جدا دقيق لقد رأى في ليلة المعراج ما شاف رسول الله صلى الله عليه وعليه ليلة المعراج كل آيات الله لقد رأى من آيات ربه لهنى الآية الكريمة كانت تنتهي كان المعنى رأى بعض آيات الله هذا البعض شنو ممذكور لو لو حرك امتناع لامتناع ولكن ما منتهي الآيات البعض بيّنها القرآن الكريم بيّن هذا البعض الكبرى يعني لقد معنى هشكل يصر لقد رأى كبريات آيات ربه شنو شاف لحظ أحد المعراج رسول الله صلى الله عليه وآله لما نزل إلى الأرض نقل للأصحاب ما رآه أو بعض ما رآه سمن كل ما رآه نقل أو البعض ولكن ضمن ما نقل رسول الله صلى الله عليه وآله قال رأيت هذا من كبريات آيات الله قال رأيت مكتوبا على يمين العرش ويمين في منطق القرآن يختلف عن اليسار وفي منطق الإسلام وفي باب الأحكام الشرعية اليمين مفضل على اليسار اليمين مفضل اليد اليمنى مفضل على اليد اليسر يوم القيامة تؤتى كتب وصحف الإنسان حسناته وسيئاته والعياذ بالله بيديه أما موثنينات ينطهن بيديه ياهي تشانت فأما من أوتي كتابه بيمينه لا قال رأيت على يمين مكتوبا على يمين العرش ليش بيقول على العرش هذا اليمين لها خصوص على يمين العرش ويسار العرش كله عرش الله ولكن اليمين مفضل على اليسار والمكتوب على اليمين رسول الله ليش يقول على اليمين لأن بعينيه الكريمتين شاف على اليمين هذا المكتوب رأيت مكتوبا على يمين العرش إن الحسين مصطاح هدى وسفينة نجاة الله تعالى يعرج برسوله الكريم لأشرف أنيائه إلى السماء ليريه كبريات آياته والنبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم عندما ينزل إلى الأرض ينقل ما رأى من ضمن ما رأى هذا مقام الحسين يعني هذا مقام الحسين من باب غرف من البحر هذا من مقام الحسين هذا مما يدل على مقام الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة على الإصطلاح العلمي بيننا دفع ورافع الحسين أم دفع أم رافع مصباح هدى الهداية طريق في طريق الهداية ماكو أشواك جيش من أعظم الأشواك الشيطان جالس في الطريق لأقعدن لهم صراطك للمستقيم بالطريق موجود الحسين مصباح إنسان يشوفه هذا شيطان يعرفه هذا شيطان إذا مصباحه ماكو هو في طريق الهدى هدى هذا يحدث جنابك هذا يحدث في طريق هدى أما إذا الظلام ماهلون يتشخص ماهلون يتشخص من الشيطان ومن الملك وكلاهما في قلبي وقلبك في كل قلب لمتان لم من الشياطين لم من الملك ماهلون شخص مصباحي شخص وإذا الإنسان مصباحي يعرف سيرة الحسين مصباح تاريخ الحسين مصباح أسلوب الحسين مصباح مصباح هدى وسفينة نجاة هذا الغرقان هذا الواقع بالأمواج يجب أن يروح هذا الظالم هذا المنحريف سفيد الحسين ينقبه واقع في الظلالة جنابك مو واقع في الظلالة في طريق هداية دا تمشي بلا مصباح ما يفيد شارع مبلط وسارة جيدة وجنابك دا تسوق في الليل إذا مصباح ما عندك لحظة واحدة كل الأخطار ممكن أحيانا حصوايا وحدة الإنسان ما يشوفها حفرة ما يشوفها الإنسان والعياذ بالله تردي بحياته مجموعة سيارة من المقابل التي تجي لا هاي عدها مصباح لا ذيش عدها مصباح شي صير طريق مبلاط مصباح وحدة جنابك في الطريق مهتدي والطريق مبلط ولكن الحاجة إلى مصباح لماذا لأن كل شي يوجد في الطريق المبلط ليس كل شي يوجد كل شي يذبون العدو يجي يخلي في الطريق أحجار إذا مصباح ما كو سيارة تيجي تمشي سرعة مية أكبر أقل تصطدم بحجارة وتنكر أما مصباح من أقل من بعيد تشوف هاي حجارة يواش تبشي خادع أنفسكم يسا تحوى نفسه بالشدة بلهفة إلى شي شو ياخذ سكر شو يخف الحسين كل أهل البيت هكذا بس الله سبحانه وتعالى جعل الحسين ميزات خاصة الإمام والإمام المعصوم قانون السبب والأسباب الله هو خلق الأسباب أسبابا وخلق المسببات مسببات الله هو جعل السبب هو جعل المسبب تكوينا تشريعا المسببات لإمام للإمام الحسين خصوصي أما هذا المنحر هذا الذي وقع بالطس وانحرف سيارت وقلبت بها السيارة الحسين عليه السلام يمسك بيده ويخرج زهير بن القين من كان سفينة نجاة وهب بن حباب الكلب من كان ذو الخراح في القمة القمة الشارقة إصباح هدى وسفينة نجاة هذا اليوسيق عليه الصلاة السلام ما أذكره غالبا أنتم تعرفون بس من بعد الذكر أنا أذكر في التاريخ مظلومين كثيرون كانوا والآن هم موجودين مظلومين وسوف هم يكونون الله سبحانه وتعالى لاختبار العباد والحسين عليه الصلاة والسلام نفس المعنى ذكره يوم عاشرة لاختبار العباد خل إيد الناس مفتوحة ومكتفين حتى يختبر يشوف من ظالم ومن مظلم إن الله ابتلانا بكم وابتلاكم بنا كلمة الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام يوم عاشرة لقتلته لأعدائه الله الله يختبر الحسين عليه الصلاة والسلام في مقام العصمة ويختبر أعدائه للمنصر يقتل الحسين عليه الصلاة للخوف يقتل الحسين عليه الصلاة ويختبر الحسين عليه الصلاة والسلام في اختبار إن الله ابتلانا ابتلانا يعني اختبار نعم امتحننا ابتلانا بكم وابتلاكم بنا للاختبار مظلوم ظالم كان وموجود وسيكون ولكن أية خصوصية للحسين اللي كما في الأحاديث الإمام المعصوم عليه السلام يقول لا يومك يومك يا رب لا يومك يومك ويوم سقط أما يوم سقوط المظلومين الآخرين ليس كيوم الحسين الإمام المعصوم يقول لا يومك لا يومك يومك لا يومك مو كل يوم عاشوا لا أي يوم ما يصر عاشوا أي يوم ما يصر عاشوا لا يومك عاشوا هذا الشعار ذكره الإمام المعصوم عليه الصلاة والسلام كما في الأحاديث وأكيد شاهده كل يوم عشورة أنا لا شاهده وسألت آخرين أيضا ما شاهده المعصوم عليه السلام يقول لا يوم كعاشوا يوم رسول الله صلى الله عليه وآله يوم استشهاد رسول الله يوم عظيم يوم استشهاد أمير المؤمنين يوم عظيم يوم اسشهاد فاطمة الزهراء صلى الله عليه وآله يوم عظيم يوم استشهاد الإمام الحسن يوم عظيم وكل هؤلاء الأربع حسب معتقدنا وحسب تصريح الإمام الحسين كل واحد منهم أفضل من الحسين عليه السلام ولكن يومهم ليس كيوم عاشق لا يوم كعاشق هذا فريد في التاريخ الله أراد أن يكون فريد في التاريخ ولا أرضك كربلا هذا أخو حديث موجود حتى في الصحاحة حديث مستفير لعله متواتم أن الله سبحانه وتعالى خلق أرض الكعبة ودحى من تحتها الكرة الأرضية ولذا مكة تسمى بأم القرى يعتبر أنها أرض الأم منها وجدت كربلا منها وجدت النجف منها وجدت القدس أرض القدس منها وجدت المدينة منها وجدت كل الأرض والله سبحانه وتعالى شرف أرض الكعبة فنسبها إلى نفسه بيت الله بنسبة تشريفية على الإصطلاح البلاغ لو نحن البشر لم يكن كعبة كنا نفتخر فخر هذا فخر أصل أصل كل الأراضي أرض الكعبة ومنسوبة إلى الله سبحانه وتعالى نسبة تشريف كعبة أرض الكعبة افتخرت شوفوا في الأحاديث القدس فجاءها النداء من الله أنت أم القرى وأنت متشرفة بالنسبة إلى الله تعالى مضمون حديث القدس ولكن أسكتي كربلا أفضل منك لا أرضك كربلا مو كل أرض كربلا هذه اللي في الأحاديث أكون لا أرضك كربلا حتى الكعبة لا أرضك كربلا إن الله تعالى أكون في الأحاديث إن الله يغفر حديث مفصل حديث متعدي يغفر في أول ليلة من شهر رمضان كذا يغفر في ليلة النصف كذا يغفر في ليالي القدر كذا يغفر في ليلة عيد الفطر كذا إذا واحد ما أصابته المغفرة في ليالي شهر رمضان الأولى في ليالي القدر تصيبه المغفرة إذا ما أصابته المغفرة ليلة العيد الإمام عليه الصلاة والسلام يقول إذا لا ما أغفر له حتى ليلة عيد الفطر بعد ما أكو مغفرة إلا أن يدرك عرفة يوم عرفة في عرفات وهم زوار الله الحديث القدسي يسميهم زوار الله و الله هو في نفس يوم عرفة خل منافس لعرفات أرض كربلا وحرم الحسين وخل منافس هذا المجاز هذا كل التعبيرات مجاز في هذه المجالات لعرفات حرم الحسين عليه السلام بس منافس لا منافس أعظم إن الله ينظر هذا من مقام الحسين في التاريخ فريد مو فقط في الإسلام الحسين مو خاص بنا نحن الشيعة نحن نفتخر بأنه نعتقد بالحسين عليه الصلاة والسلام وندعو الله أن يوفقنا للاستفادة من مصباح الحسين عليه الصلاة والسلام إلى زوار الحسين إلى زوار الحسين يوم عرفه خص الله هذا اليوم بنفسه في مجموعة واجبات الحج والحديث الشريف يقول إنما الحج عرفه مو إنما الحج الطواف إنما الحج السعي إنما الحج الرمي إنما الحج صلاة الطواف إنما الحج التقصير إنما الحج عرفه أعظم أركان الحج أعظم أجزاء الحج أعظم واجبات الحج والله سبحانه وتعالى جعل هناك المغفرة لمن لم يغفر له في طيلة شهر رمضان على ما يغفر الله من الألوف والألوف في هذا الشهر الكريم شهر رمضان المبارك مع ذلك إن الله ينظر يعني نظر رحمة إلى زوار الحسين يوم عرفه ثم ينظر إلى زواره الضمير يرجع إلى الله سبحانه في أقرار كل أرض كربلة هو كل يوم عاشرة هذا ما أدري مني أن طال أي تفسير فسرنا هاتين الكلمة الشعار الذي ذكره أهل البيت ووصل عن الله سبحانه وتعالى بواسطة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام لا أرضك كربلا ولا يومك عاشرة هذا مقام الحسين عن الإنسان هذه كلمة الكلمة الأخرى ماذا ينبغي لنا أن نعمله خصوصاً في هذا الشهر وبذل محجته فيك من حسين لماذا أقتم على القتل وكان يمكنه تشريعاً وتكويناً تشريعاً وتكويناً أن يدفع القتل عن نفسه تشريعاً أذن الله له خيره الإمام الحسين لم يكن مجبور لم يكن ملزم لم يكن ملزام عليك كان من الله سبحانه ولكن الله جعله أرجح الحسين اختار الأرجح ولذا الله سبحانه وتعالى يوم عاشرة أنزل عليه النصر الملك الموكل بالأرض يجاه الملك الموكل بالهواء يجاه الملك الموكل قال له لأمرنا الله الملائكة اللي لا يعصون الله ما أمره كونوا بخدمتك تقول كل هالأعداء نخسف به كل هالأعداء نحط منه نتشره ما يصمم منك من الناحية التكوينية كان يمكنه وهو إمام معصوم ملائكة منه مقابل الإمام المعصوم عليه الصلاة والصلاة والصلاة جبرائيل من أعظم الملائكة تلميذ عند هؤلاء وتشريعاً الله أذنب سمح له ما كان واجب على الحسين كان واجب على الحسين أن يصلي صلاة الصبح كان واجب على الحسين أن يصوم شهر رمضان كان واجب على الحسين أن يحج البيت أول حجه كان واجب على الحسين الأمر بالمعروف والناحية على المنكر أما أن يقتل الله ما أوجبه وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وحيرة الظالة هاي كل كلمة بيها مطالب بذل مو أعطى مهجته مو رقبته مو نفسه طبما بعض البسطة ما يفرق بين هذن ولكن الإمام الصادق عليه السلام ده يخاطب الله ده يحشوية الله في زيارة الحسين عليه السلام وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك مو عبيدك مو لينقذ ليستنقذ هاي كله إله من الجهالة وحيرة الظلالة ليش الجهالة قبل الظلالة ليش الجهالة بلا مضاف والظلالة مع حيرة الجمل تخلي يتبع عليه وسين عليه السلام ويتبع أهل ما يحتاج معجزة إحياء الموت عند أهل الفصاحة هذه أعظم من إحياء الموت مؤقل نعم أنا وأمثالي ما هل قد نستوعب هالمقال وما أريدهم أدخل هذا المجال فقط بالنسبة لما ينبغي لنا تجاه الحسين عليه السلام كلمة ليستنقذ أذكره ليش مو لينقذه ليش يستنقذ أنقذ واستنقذ أكفار في اللغة العرانية أنقذ يعني شال يعني أنقذ يعني نجاه يستنقذ يعني باب الاستفعال بمعنى الطلب يعني من المعاني المعروفة لباب الاستفعال باب الاستفعال يأتي لمعاني من المعاني المعروفة معنى الطلب ليستنقذ يعني يطلب الإنقال يعني يمهد للإنقال يعني يقدم معدات مقدمات للإنقال يوم قتل الحسين عليه الصلاة والسلام خمصر إنقال بل بالعكس الكثير من المحبين للحسين خافوا شافوا بني أمي اللي مثل الحسين يقتلوا بعدو غير شي يسووا سحبوا حتى ليلة عاشرة انسحبوا بالمئات كما في الأحاديث والتاريخ إنقال ما صار ولكن ظنوا ظنوا جميع قائل هذا معنى الأحاديث الشريف ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم لكن بعد ذلك شوف التاريخ لكن ما قتل الحسين يزيد شوف الحسين ملء الأرض ملء الأفواه ملء المجالات لو يحصى لو أكو إحصاء دقيق لو حرفه امتناع لامتناع مك ما الصور يصير مو في طاقة البشر يسوون إحصاء خلال شهر محرم فقط خلال عشرة عاشور فقط الحسين في كل السنة في كل ليلة جمعة وفي كل يوم وفي كل ليلة في نفس عشرة عاشور في يوم عاشور وحدها من كل وحده من كل سنة كم عمل للحسين من إطعام من مجالس من كتب من ناشر من خطأ خطأ يصرف في سبيل الحسين على وجه الكرة الأرض وين يزين حسين قتل يزيد أو يزيد قتل حسين ظنوا بأن قتل الحسين يزيدهم لكن ما قتل الحسين يزيد مول حسين قتل يزيد صلوات الله على الحسين ولعنى الله يزيد الإمام الحسين قتل كل بني ممين قتل كل بني العباس قتل كل الظالمين الإمام الحسين مهد مهد طريق كل مكان يقوم ظالم بسويعات أو أيام يمارس الظلم روح الحسين ثورة الحسين عمل الحسين سيرة الحسين صلوات الله وسلام عليه بالنتيجة تتواجد في النفوس والظالم يزار مدى التاريخ هذا اللي يستنقل مول لينقذ هذا التمهيد لإنقاذ الجهال والظلال ليستنقذ عبادك من الجهال وحيرة الظلال ينبغي أن كل واحد مننا يعمل في هذا المجال والعمل في هذا المجال بندان تلخص في بندين واحد تعريف الحسين للعالم زيارات الحسين عليه الصلاة والسلام خير مادة ضخمة لتعريف الحسين بس بالتأمر واحد يتأمر واحد يلاح أدعية الإمام الحسين كلمات رسول الله صلى الله عليه وآله في الحسين قبل ذلك كلمات الله في الأحاديث القدسية في الحسين الإنسان يأمر بالمعروف ينهى عن المنكر مضمون الأحاديث بعمله بغير السنت كوم الإنسان يحاول أن يتخذ من سيرة الحسين عليه الصلاة والسلام في كل مجال يتخذ أسلوب عمل يعني من نقرأ زيارة آشورة من نقرأ زيارة وارغ من نقرأ الزيارات الأخر زيارة الناحية المقدسة من نقرأ تاريخ الحسين إما نقرأ للآخرين أو لوحدنا قاعدين نطالع نقرأ أو نكتب نحاول هذا الذي نقرأ أو نكتبه أو نطالعه نحاول أيضا نحن نعمل لأن مهما أوتينا من الهداية مع ذلك المجال واسع المجال أكثر هذا مقام الحسين وهذا ما ينبغي بعض ما ينبغي مما ينبغي لنا تجاه الحسين صلى الله عليه نخلي هدف الحسين وهو تمهيد التمهيد لإنقاذ الجهال والظلال نخلي مطبق بنشر آثار الحسين وليوم العالم إمكانات الموجودة في العالم يمكن فاليوم كان واحد ما كان يقدر يوصل صوته إلا إلى عشر عشرين خمسين مئة ألف اللي يخاطب فاليوم يمكن يتحدث مع الملايين مع عشرات الملايين مع مئات الملايين عبر الستلايت عبر الانترنت عبر الكتب عبر المجلات يحاول الحسين عليه السلام بذل مهجته نحن نبذل طاقتنا على الأقل ينقرب أنفسنا ولو قليلا إلى الحسين عليه الصلاة والسلام شوية أكثر نصرف طاقة شوية أكثر نصرف أمكاننا شوية نستفيد أكثر من لساننا من قلمنا من أسلوبنا من عملنا في هذا السن هذا حلية الصالح من أعظم حلية الصالح أسأل الله سبحانه وتعالى ببركة الحسين أن يوفقنا جميعا لهذين الأمرين صلى الله على محمد وآله الطاهر كسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعارفين ضياءا يشعو بنور الهدى لزين العبادة والعابدين آه آه علين إمام الورى سيدين به يعرف الزهد في الزهدين علين إمام الورى سيدين به يعرف الزهد في الزهدين فألبس وجه الصلاح الحلاة لتغدو به حلية الصالح فسى الخلق نفسا جلال اليقين فجل المكارم للعارفين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر